السلام عليكم اهلا بكم في قناة مانو للعند ميد والكروشي النهاردة هشرح لكم طريقة عمل بوت للبنوتاتي البوت ده طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا هاوضح لكم زي ننفيزه للبنوتاتي البيبي او للبنوتاتي الكبار من خلال النعم وهاوضح لكم بالتفصيل بس متنسوش تشاركوا معايا في القناة وتفعالوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لعجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد نايس اكبر ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل البوت ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل البوت بالنسبة الادوات اللي هستخدمها هستخدم خيط صوف وهستخدم ابرم هقاس اربعة ونص مليمتر وعلامة غرز وهستخدم اربع ازرار تمام؟ هنبدأ دلوقتي مع بعض عشان نعمل الهاف بوت ده او البوت ده تمام؟ انا كنت شرحت لكم طريقة عمل النعل بالتفصيل هسيب لكم الانك الشرحي في الوصفة اسفل الفيديو شرحته لكم بطريقتين مختلفتين تقدري ترجع للطريقة اللي تريحك وتنفيه اه انا بالنسبة للنعل اه انا بدأت باثناشر غرز غرزة سلسلة تمام؟ وبعد كده قسمت الغرز بتعوتي الغرز بتعوتي قسمتها ازاي؟ زي اه نفس طريقة الفيديو بالضبط بنقسم الجزء الخلفي اكبر من الجزء الامامي امامي؟ يعني الاثناشر غرزة سلسلة عشان نقسمها على اتنين بتبقى ستة وستة انما هنا انا قسمتها السبعة والخمسة الباقيين سبعة عملت فيهم غرز حشو والخمسة اشتغلتهم غرزة عمود بلفة وعملت تزايد هنا وهكذا بنفس الطريقة وبنفس طريقة الشرح اللي في الفيديو بالضبط نسب لكم لينك الشرح في الوصفة اسفل الفيديو طيب بعد ما كوننا النعلي ده هنبتدي نعمل الوش بتاع البوت بتعاملوا ازاي بقى؟ بارتفع بتمين سلسلة وبشتغل في الحلقة الخلفية من الغرزة بدخل كده في الحلقة الخلفية من الغرزة وبعمل فيها غرزة نص عمود واللي بعدها كمان غرزة نص عمود بدخل فوق كل غرزة بدخل في الحلقة خلفية من الغرزة اهي مologist حذر بطريقة غرزة محظة بالشكل ده بنفس الطريقة لنهاية السطر فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت كده لنهاية السطر بنفس الطريقة. فوق كل غرزة غرزة نص عمود. هنبدأ دلوقتي مع بعض نكون الوش بتاع البوت بتاعنا. بنبدأ نعمل تناقص. التناقص بقى بتاعنا هنعمله ازاي? انا هطبق القطعة بتاعتي كده بالشكل ده. تمام? بالنص. وابتدي اجيب الغرزة اللي في السنتر. نجيب علامة غرز. واعلمها كده بالشكل ده. تمام? وابتدي اعد تمانية غرزة. آآ بابتدي اعد عشرة غرزة عمود. اعد عشرة غرز من بعد العلامة. هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. تمانية تسعة. وادي الغرزة رقم عشرة بحط فيها العلامة. تمام? نقفلها علشان ممكن تقع معنا. تمام? وبعد كده بعد الجهة التانية برضو. آآ بنفس الطريق عشرة غرزة. عمود واحد اتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. وبحط العلامة في الغرزة رقم عشرة هنا كده بالشكل ده. طيب انا بعد كده بعمل ايه? هشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل للعلامة. هنبتدي نتناقص مع بعض. كده. ارتفع باتنين سلسلة. الشكل ده. وهشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود. كمان بدخل في الغرزة وبعمل فوقيها غرزة نص عمود. واللي بعدها كمان غرزة نص عمود. وهكذا بنفس الطريقة لحد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت كده للغرزة اللي فيها العلامة. بعمل ايه? باشيل العلامة. وهشتغل تناقص في الغرزة دي والغرزة اللي بعدها. باخد لفة وبانزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة. وانزل في الغرزة واخد لفة واطلع من الغرزة. بيتكون عندي اربع حلقات على الابرة. باخد لفة واطلع من الاربع حلقات بالشكل كده. بالشكل ده. بتناقص تعني. يعني احنا الجزء اللي احنا حطينا فيه العلامة ده من العلامة للعلامة بنبتدي كل غرزتين بندمجهم بنخليهم غرزة واحدة بس تمام بالشكل ده بعمل تناقص الغرزة والغرزة اللي بعدها بنفس الطريقة كده اهو وصلت كده للعلامة بشيل العلامة بتاعتي اشتغل تناقص فيها والغرزة اللي بعدها بالشكل ده تمام بعد كده انا بعمل ايه ببتدي اشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر كده بنفس الطريقة هكمل لنهاية السطر اللي بعدها كمان نص عمود وهكذا لحد ما بوصل لنهاية السطر انا كده وصلت لنهاية السطر هاجي هنا قبل العلامة بغرزتين قبل التناقص بغرزتين تمام ادي كده اول غرزة في التناقص قبلها بغرزتين ادي غرزة تانية بحط علامة الغرز علشان هنبتدي هنا تناقص فيها تمام وبناجي اخر غرزة في التناقص بعدها بغرزتين ادي غرزة تانية ببتدي احط العلامة بتاعتي ادي اخر غرزة فيها التناقص تمام ادي واحد اتنين ادي بحط العلامة هنا وبأخير العلامة علشان ما تقعش معي ببتدي اعمل ايه اشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل للغرزة اللي فيها العلامة بالشكل ده وصلت كده للغرزة اللي فيها العلامة بشيل العلامة وهتبتدي هنا اتناقص في الغرزة دي والغرزة اللي بعدها بالشكل ده تمام وباجي الغرزتين اللي بعد كده برده بتناقص فيهم بنفس الطريقة بالزبط الغرزتين اللي بعدهم وهكذا بنفس الطريقة لحد ما بوصل للعلامة المقابلة في الجزء المقابل لي وصلت كده للغرزة اللي فيها العلامة وعملت التناقص بتاعي وهشتغل بعد كده بفوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر وهرتفع بنفس الطريقة هاجي قبل هاجي هنا مش هنشتغل خلاص قبل الغرز بنشتغل في الغرز اللي فيهم التناقص بنشتغل اتنين بندمجهم بنخليهم غرزة نص عمود واحدة بس تمام هرتفع السطرين بنفس الطريقة وبكمل باقي السطر فوق كل غرزة غرزة نص عمود هرتفع السطرين بنفس الطريقة اللي وضحتها لكم وهرجع لكم تاني هنكمل الالبوت بتاعنا انا كده اشتغلت التناقص زي موضحت لكم ازاي طيب احنا بعد كده هنبدأ نشتغل قد ايه ونشتغل كان بالزبط هنشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بنصل لنهاية السطر هو بارتفع بالاسطر من غرزة النص عمود لحد ما بوصل للطول الرقبة بتاعة البوت بتاعي ازاي بقى دي كده هنا ارتفعت باتنين سلسلة وهشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود بالشكل ده واللي بعدها غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر بنفس الطريقة وهشتغل كمان ايه خمس اسطر فوق كل غرزة غرزة نص عمود هكمل لنهاية السطر وهرتفع خمس اسطر بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني هنقفل اطراف البوت بتاعنا من فوق ازاي وهنعمل وهنركب الازرار وهنعمل فتحة الازرار ازاي انا كده وصلت لطول الرقب اللي محتاجها بتاعة البوت دلوقتي بقى هنبدأ نعمل ايه ببدأ اتفع باتنين سلسلة وهنعمل زي نظام فستونات كده آآ بسيب غرزة تانية كده بدخل في التانية آآ بعمل فوقيها اربع غرزة نص عمود ادي واحد اتنين تمام؟ تلاتة اربعة تمام؟ بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل فوقيها غرزة حشو تمام؟ بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل فوقيها اربعة غرزة نص عمود بالشكل ده دي واحد اتنين في نفس الغرزة كل ده بنشتغل في نفس الغرزة ندي كده تلاتة اربعة تمام؟ بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل فوقيها غرزة حشو بسيب غرزة بدخل في التانية بعمل فيها اربعة غرزة نص عمود واحد اتنين تلاتة اربعة تمام؟ وهكذا بنفس الطريقة لنهاية السطر بنسيب غرزة بندخل في اللي بعدها بنعمل فيها آآ غرزة حشو بنفس الطريقة كده لنهاية السطر اشتغلت كده لنهاية السطر بنفس الطريقة هنبدأ دلوقتي نعمل القلاب بتاع الأزرار اللي بنحط فيه الأزرار بتاعتنا طيب احنا هنعمله ازاي جيت انا هنا من نص الجزء آآ اللي احنا بنقفل فيه تمام؟ جيت كده في الطرف من فوق قبل نهاية الرقبة بتاعتي بسطرين آآ دخلت بالقبرة وهشتغل آآ هشتغل آآ عدد سلاسل لحد ما بوصل للطول الرقبة بتاعتي آآ لطول الدوران بتاع الرقبة والمناسب ان انا احط فيه الزرار دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر وهكزا لحد ما بوصل للنهاية كل ما باقي كل ما بشتغل السلاسل بتاعتي كده بروح ايساها بشوف هتبقى مناسبة تمام؟ محتاج ان انا اشتغل كام سرسلة تاني كده ادي واحد اتنين تلاتة تمام؟ اهو مناسبة للدورانة بتاعتي جدا آآ بص انا هوضح لكم احنا لو هنعمل دي للفردة اليمين القفلة بتاعت الازرار هتبقى ناحية اليمين كده انما آآ بنجيبها من جهة الشمال تمام؟ من من جهة الشمال ونجيبها بنلفها للحتة اليمين للجنب اليمين انما لو هنعملها للجنب الشمال بنلفها من جهة اليمين بالطريقة دي تمام؟ ونبدأ نحدد الجزء اللي احنا هنحط فيه الزرار بتاعنا اوضح لكم تاني انا كده بدأت السلسلة بتاعتي من النص تمام؟ عايز اعمل القلاب بتاع الازرار آآ للجنب اليمين فاروح جايبها لفها من الجنب الشمال اهو لفها كده من الجنب الشمال واروح جايبها كده تمام؟ وببدأ احدد منطقة الازرار بتاعتي انما لو بعملها للجنب الشمال بلفها بنعكس بنلفها من جهة اليمين كده بالشكل ده وبنبدأ نحدد المنطقة الزرار بتاعنا طيب انا بعد ما اشتغلت بعد ما اشتغلت كده عدد السلاسل بتاعتي هرتفع بتلت سلاسل كمان فوق العدد السلاسل الاساسي هدي واحد اتنين تلاتة تمام؟ وبعد كده هعمل ايه؟ بسيب غرزة التانية التالتة التلات غرس دولة بسيبهم وبدخل في الغرزة رقم اربعة بعمل آآ غرزة نص عمود بالشكل ده تمام؟ انا ليس ابت دا عشان تبقى فتحة الزرار وبتشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما بوصل لنهاية السطر كده بالشكل ده كملت كده لحد ما وصلت لنهاية السطر فوق كل غرزة غرزة نص عمود طيب انا بعمل ايه بعد كده؟ بسيب غرزة بدخل يعني بسيب سطر بدخل في السطر اللي بعده بعمل غرزة منزلقة اللي هو بقفل آآ آآ القطعة بتاعتي كده طيب احنا هنشتغل ازاي بعد كده تمام؟ بلف القطعة تمام؟ هشتغل آآ هشتغل آآ بعد كده هشتغل ازاي؟ هشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بوصل للدورانة بتاعتي دي كلها بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة حشو وصلت كده لنهاية السطر بنفس الطريقة وجيت هنا حددت الجزء التاني اللي هعمل الفتحة القلاب التانية آآ بتاعت الازرار آآ باشتغل برضو عدد سلاسل بنفس عدد السلاسل اللي اشتغلناها في في الاولى تمام؟ علشان ما تبقاش واحدة اكبر من التانية تمام؟ آآ انا بالنسبة لي اشتغلت خمسة وتلاتين غرزة سلسلة فاشتغل خمسة وتلاتين غرزة سلسلة وهرتفع آآ هرتفع بعد بعد العدد الاساسي اللي هو الخمسة وتلاتين برتفع تلات سلاسل كمان وهكمل بنفس الطريقة هعمل القلاب التاني بنفس الطريقة وهرجع اوضح لكم الشكل النهائي للبوت بقى معاه زي انا كده خلصت البوت بتاعي زي ما وضحت لكم طريقته ازاي وركبت الازرار حددت المنطقة اللي محتاجة ان انا عحط فيها الازرار الازرار آآ بالشكل ده وزي ما وضحت لكم طريقته ازاي ازاي ننفزه لاي مقاس واي سن وكده بنتهيت من طريقة عمل البوت ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو اتمنى تكون استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل البوت بتريقة سهل وبسيطة لو عندك اي ملحوزة او السبسار بقدر تسبي كومنت او اسفل الفيديو او صفحتنا على الفيسبوك متنسوش مشتركوا معي في القناة وتفعالوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشيل عجبك الفيديو عشان قادر اوصل لعدد نايس اكبر وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او لو صفحتنا على الفيسبوك وتويتر والانستجرام هتلاقي لينكات موجودة في الوصفة اسفل الفيديو اشوفك على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لالله